موسيقى 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 السلام عليكم كده يرين لابتعليكم اتمنى الفيديو اليوم احلقكم باحسن الاحوال ان شاء الله اليوم انا سنقدم لكم شنك لكي يجيون مادا قديلهم رائع وحتى الطريقة سهلة ومكونات بساط معلكم الا التابعوا معي الفيديو حتى الاخر لتشوفوا الطريقة وايضا المكونات اللي استعملت موسيقى 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 نحتاج كاس الحليب نصف كاس الحليب قبيصة الملح جوج بيضات ثلاثة المعالق من السكر الساندة وخميرة موسيقى وشوية الحليب ونجعلها تتفاعله جيدا موسيقى من السكر الفانيلا و من الخمارة بالنسبة للتقيق استعملت خمسة كاسان ونفس الكاسان اللي اخديت بهم العباة الحليب وذيال الزيت نبدأ على بركة الله نضع النواشف التقيق الخمارة و سكر الفانيلا بالإضافة للساندة و القبصة الملح نخلطهم جيدا حتى ينساج ملينا ثم نضيف الخميرة و سوف نضيف الشماء المتعني نضيف حليب نضيف الحليب ويمكنهاjo سوف نضيف الحليب الزيت و الحليب الزيت والحليب حليب تحضر الزيت سوف نخلط المكونات المكونات جيدة بعد ذلك سوف نحصل على العجين بالنسبة لكي لا تدلق سوف نخدمه قليلا حتى يدخل لنا المكونات مع بعضهم لا تدلق سوف نغطيها بلاستيق و نجمع العجين نغطيها بلاستيق و نجمع العجين حتى يضعف حجمها حتى يضعف حجمها لا تدلق بعد ذلك سوف نوجد الكريم باتيسير في الكريم باتيسير سوف نحتاج جوج كيسان الحليب سكر الفانيلا و جوج معالق الساندة سواء في العجين و نجمع العجين و نجمع العجين و لا تدلق سوف نقص الكيمية السكر و هنا استعملت الكريم باتيسير منك هات الفانيلا استعملت منه جوج معالق كبار كما تدلق الحلاوة على حسب الضوء و لا تدلق الحلاوة لا تدلق الحلاوة هنا استعمل جوج معالق الساندة و تدلق الحلاوة و نجمع العلق من الكريم بودرة الكريم باتيسير ثم نقص المكونات و نضع المكونات و نضعهم فوق البوطة حتى نحصل على شكل كريمي بعد ذلك سوف نقصي العجين ثم نضع المكونات تعالى ثم تكون لدينا أحضر العجين ثم نقوم بتحميل العجين نقوم بتحميل الكريم باتيسيال برد تماما نجد ان تسخون و نقوم بتحميل العجين كاملا حتى تغطي الإضافة من الكريم باتيسيال بوسط يأتي هذا الكلام بحضن المضائح يجب تجربين و يجب تجربين يجب تجربين بالنسبة ل التزيم تستطيع المضائح لتزيم الجفة و تستطيع المضائح الجفة و الحسب اذا اضعوا الكريم باستيال باستيقظه فهو يجب ان يكون مرائه بعد ذهن الكريم باتيسيالي انا استعملت الشوكولات حبيبات هو الذي استعملته كما تكون اختيارية كل واحد على حسب ما متوفر عنده انا استعملت هذا الشوكولات حبيبات يوجد جزوين بالشوكولات استعملت ايضا الفيرميسال ثم كما تليكم يبقى حرية الاختيار نسبة لتزين فكتبقى حرية الاختيار على حسب المتوفر عندك في البيت اشتركوا في القناة اقوم بتزينك بعد ذلك التزين فكتبقى حسنا سنقوم بتزينك اقوم بتزينك الاختيار اقوم بتزينك الاختيار سوف نستعمل الخيط سوف نستعمل الخيط لا يكون غلابا و لا يكون أرقاق سوف نضغن بأسفر البيض و كبه الحليب بيش يعطيهم هذا كله معان وغادي نوضعهم الآن في الفران حتى يطيبون تلقوا مع الشكل النهائي ما هو شكل الموجود ومن ثم نزيين من فوق النابج و المثال كما لكم في التزيين يبقى ايضا اختياري تستعملوا الذي تريده و الذي يتوفر عندكم انا استعملت المثال و احتى الشكل المثال كما تشاهدوا كما يأتي تقدروا تفرحوا بهم و ليداتكم و ايضا المثال المثال كما يأتي كما يأتي كما نصحكم تجربوهم واذا تجربتهم لا تنسوا تجعلوا لي كومنتين كيف يفجعكم كان هذا هو الفيديو اليوم نتمنى ان ينال اعجابكم لا تنسوا لايك و اشتركوا فيديو جديد و اشتركوا فيديو جديد مع وصفة جديدة و اذا كنت اول مرة تزوري القناة لا تنسى اضغطي على هذه الكتبة بالحمر تحت الفيديو وتفعلي الجرس لتوصل بأي جديد مع السلامة